خبر سعيد لجماهير النادي الاهلي خبر سعيد لجماهير النادي الاهلي محمود عبد المنعيم كهربا بدأ بدأ تحويل الغرامة الموقعة عليه لكمتها 2.400.000 دولار لنادي الزمالك كهربا هيحول هذه الغرامة على 3 دفعات على مدار هذا الاسبوع بحيث انه يكون قبل 3.8 محمود عبد المنعيم كهربا قد تحول المبلغ بالكامل يعني يوم 3 أغسطس 3.8 اليوم اللي ممكن ممكن الاهلي يلعب فيه مباراة دور الثمانية في كأس مصر إذا تخطى الداخلية سيكون هذا نهاية مشوار طويل جدا من الجدل والأخبار والحكايات والكصص في حكاية كهربا وغرمته المستحقة لدنادي الزمالك خلصت حكاية كهربا بدأ خلاص تفهمين فلوس كتير والرقم كبير ودولارات وووو فرقم بيتحول على دفعات مش مرة واحدة